قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حريصة على نجاح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة هذا الصرح الحضاري الكبير وأكد خلال زيارتي لها أن مدينة الفنون تضيف زخما ثقافيا وفنيا مميزا للمدينة وتم إدارة المدينة وفق أحدث الأسليب العلمية والتكنولوجية وذلك بالنظر لمكانتها المرموقة كما تم وضع استراتيجية واضحة لها لاستقطاب الكفاءات والكوادر وزار رئيس الوزراء عددا من المتاحف والمسارح ومراكز الإبداع وقاعات التدريب على الألات الموسيقية المختلفة وزار أيضا قاعة الموسيقى التي تعد أيقونة فنية تم تشهدها وفقا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية مشيدا بحجم الإنجاز الذي تحقق في هذا الصرح الحضاري الكبير